نبدأ بالأخبار والكمبيلة الأولى الطعن على انتخابات نادي الزمالك التي أجريت يوم 23 و24 نوفمبر عايز أقول لكم أن الأستاذ مصطفى عبدالخالي اللي هو عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اللي كان مرشع على العضوية أثاركم بلا في مركز التسوية اللي منتظرين قراره بكرة أو بعضه على الأكتر بإلغاء انتخابات نادي الزمالك إلغاء انتخابات نادي الزمالك واللي هيبع على أثارها في مجلس معين يدير نادي الزمالك لأن زي ما عرفت من الأستاذ محمد رشوان المحامي وأنا بكلمه وأنا في الطريق أن لجنة التسوية أمرها نافذ وما ينفعش الطعن عليه إلا قدام اللجنة الأولمبية يعني ما فيش محاكم وما فيش قضاء إداري وما فيش محكمة دستورية يعني بالمعنى الأضاق أن انتخابات الزمالك بنسبة 99% هتعاد الراجل اتكلم في نقطة مهمة جدا 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 النهاردة الحيثيات بتقول مجلس معين وهيبقى أقرب له التولي دكتور كمال درويش حيثيات المقدمة للجنة التسوية أولا بطلان موضوع التوكيلات لأنه ما ينفعش يحدث أن حد يوكل حد في الانتخابات لأنه زي ما قاله سيد مصطفى بيلغي بند السرية كمان بيلغي بند الاختيار لأن أنا ممكن أقول صاحبي مثلا أو صديقي روح انتخاب لي مثلا المستشار المرتضى من سوريوح هو يتأثر بالكابت نحمد سليمان فيضي صوته للكابت نحمد سليمان فدايب على غير رغبة العضو بطلان الانتخابات بسبب السيد الصحفيين والسيد الزباط وبعض الأفراد اللي تم ليهم التسويت على غير أن هما لم يدفعوا المبالغ الكاملة للاشتراك وزي ما قلت لحضراتكم أنه ممكن أي حد في أي لحظة يتوقف عن دفع الاشتراك فيضطر يتم إلغاء العضوية زي ما قلت لكم كمان لعدم قيام اللجنة المشرفة بتحليل كشوف التوقيع الخاصة باليوم الأول للانتخاب كمان في نقطة تانية كان المجلس الحالي قيل في جمعيته العمومية أنه لازم مدريت أمن أو مدريت الجيزة هي شباب ورياضة بالجيزة هي اللي تشرف على الانتخابات وعلى عكسها تماما تم انتداب مدريت الشباب بالغربية وده عكس القانون اللي اتاخد عليه طبعا حاجات كتير جدا تعدلات وقشت وشطب في محاضر الفرز قالوا كمان أن الأصوات البطلة تعدت العشر تلاف موضوع نادي الزمالك هيوصل لإيه هنشوف يوم خمسة وعشرين القنبلة بتقول أن إعادة انتخابات نادي الزمالك وتعيين مجلس مؤقت ثم يبقى فيه جمعية عمومية تانية